تزايدت الضغوط على البيت الأبيض بشكل يومي تقريبا منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا لاتخاذ موقف أكثر حزما بسبب علاقته برياد وأن الصحفية السعودية كان مقيما في الولايات المتحدة نبحث في الموضوع وبشكل قوي سنصدر تقريرا في المستقبل القريب نحن نعمل مع تركيا والسعودية ما وقع شيء فضيع لو افترضنا أنه وقع قد تحدث مفاجأة صارة لكنني أشك ونأخذ القضية على محمل الجد لكن بعض المشارعين الأمريكيين ومن الحزبين يعتقدون أن ردود فعل الجهاز التنفيذي لم ترق بعد إلى حجم الحدث الذي يتطلب في نظرهم مواقف أكثر صرامة وحزما إزاء الرياض جهود غير كافية هذه حالة غير مسبوقة لمقيم في الولايات المتحدة يتعرض للاختطاف وربما للقتل من طرف حليف للولايات المتحدة ورفض ترامب اتخاذ إجراءات عقابية أو التهديد بها يوحي للسعوديين بأننا نقبل هذا النوع من السلوك وأكد المشرع الديمقراطي أيضا للجزيرة أن ما قدمته الرياض حتى الآن لا يثبت أن خاشقجي قد غادر قنصليتها في تركيا حيا مشيرا إلى أن بعض التقارير أظهرت أن الرياض كانت تخطط بالفعل لاختطاف الصحفي السعودي قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحولت إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة وزادت من الضغوط على البيت الأبيض نتيجة قلق المشارعين والاهتمام المكثف للصحافة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر